موسيقى بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله ربنا يجعل عملنا كلها صالحة الوجه الكريم خالصاً ولا يجعل الشيطان ولا لأنفسنا منها نصيب وتقبلها مننا بقبول حسن برحمة أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك وجوه تقريباً ما شاهدتم كانوا في حفل التوقيع مرحباً مرة تانية وهو جلد وكل الترحيبات اللي في الدنيا كلها عنوان محضرتنا النهاردة عنوان بسيط وسهل لكن يفرق معنا في حياتنا كلها سواء كنت بنت أو أم أو زوجة سواء كنت لسه طالب أو مقبل على زواج أو مجرد أن أنت عبد لله عز وجل عندما نتحدث عنوان نعيشها صحاً هو إيه الذي نعيشه؟ أنا لا أريد محاضرة النهاردة كلام وليس على الشاشة الذين يريدون شاشر روحوا اليوتيوب لكن النهاردة محاضرة إيه الذي نعيشه؟ الحياة وكيف نطيع ربنا في الحياة؟ يعني هيا الحياة كلها طاعة وعبادة والكلام هذا؟ مين يقول؟ أخلص ربنا في كل عمل الحياة؟ معناها؟ إن أنا أعيش عبادة وطاع وخلاص وإخلاص؟ مين يجاوبني على هذا السؤال وأدعيله؟ لا سأقوم بقى سأقوم كده ومعنى هدايا النهاردة لكن سأدعلكم؟ يالله شاركوا معي أنا ليس في محاضرة على التلفزيون سأقوم بقى نحن هنا أنا نفسي نطلع من باب القاعة وكل واحدة فينا وكل حد فينا طالع بقيمة ليس حضرنا بقى وصورنا ويالله السلام وضحكنا لا أنا أريد طالع بقيمة وبمعنى وبمهارة المهارة هذه هي السلوك الذي نطلع بره القاعة أنا مكتسبة يقول أن نعيشها صح يعني الحياة الحياة هذه معناها طاعة وعبادة وإخلاص فقط أم هناك شيئات أخرى؟ أكيد هناك شيئات أخرى المعاملات الله يبقى الحياة عبادات ومعاملات اسمك غنى اللهم اغفر لأختكم غنى قالوا أمين وارزقها من خيري الدنيا والآخرة اللهم أمين ونحن معها ليس لن نكسب أه عبادات ومعاملات أحد يوصل لكي نقاب ومسؤوليات أه فيما استرعانا ربنا عليه صح كده؟ كيف يعيش هذه الحياة صح؟ لازم بعض الأمور لازم قبل الأمور لنقول اعمل وعمل وعمل النفس ذات نفسها ما بترداش حد أمورها قوي يعني حتة أنك عملي تكاليف تكاليف مسؤوليات كلمة بتبقى كبيرة قوي عند النساء عند الراجل هو يحب يحب أن ينطلب منه حقيقة يحب أن يحس أن أنا مسؤولة عنك أنت محتجاني وليس محتجاني بمعنى العوز لا 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 أنا موجود في الدنيا علشانك وعلشان الأولاد وهكذا خضيني الراجل موجود علشانك وعلشان الأولاد وهكذا هذه النقطة مهمة جدا يجب أن نجعل بالنا منها نحن عندما تكلفنا بمسؤوليات إلا الفطرة طبعا حب بيتك حب أولادك تحب زوجك طبعا لكن عندما تأتي عند الراجل يعشق وهذا سبب من ضمن ست أسباب أن يمكن يفكر في الزوجة الثانية سنزعل دلوقت أختي البقن عوج والأموشينات الثلاث لماذا؟ أصل الثانية ممكن تكون حاسية أنا محتاجة لك أنا مليش غيرك أنت للماذا في الدنيا لا ينفع الأولاد تبقى ثانية أو ثالثة وربق ينفع لكن تتعلمي صح وقبل أن تتعلمي صح أن أكتب أنت المسنة والثلاث والرباع والأخت والصحبة والصديقة والسلمات وكل كل هذا يجب أن تتعلم أنت تعيشي صح يجب أن أتعلم كعبد أو كشاب أو كطالب أو كبنت أو كزوج أنا أعيش صح أنا أعيش صح أعيش صح بتوازن مع الأمور نحن عندنا تمن أمور جانب الروحي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والرباني والمهاري والسلوكي والاجتماعي يجب أن نعمل عليها لكي أعرف أن أعيش حياتي صح أول شيء من منظومة عيشها صح نفهم نفهم إيه؟ أننا عباد لله أقسم يمين بالله تلعنا شرقنا غربنا جينا عمالنا نحن عباد لله أنت أما لله من الرب؟ الله عز وجل وعندما يقول الرب شيء حاضر يا رب سمعاً وطاعاً يا رب تعرف أن يحصل إيه؟ تأتي لك الدنيا جرجرة أنا أحب أن الزوج لا أعرف أن يفعل ماذا؟ والخطيب اللي جاي والراجل آه عايز القلوب دي بإيد مين؟ لأن نشبه ولا نمثل بإيد الله عز وجل والقلوب بين يدي الرحمن صح؟ مين يجب قلب زوجك؟ الله مين يجب قلب العريس اللي مجاش ومشايف ومتأخرين وربنا يا رزق كل بنات المسلمين بالزوج التقيي الصالح النقير ربنا الكرآني قالوا أمين الكريم بقى من العيلة الكريمة قالوا أمين ويرزق الشباب التقيي الصالحة تعرفين الشباب بيقولوا لي إيه على الجزئية دي؟ انظر يا دكتور هلا أنا عايز واحدة طيبة يعني ومعايا في العيشة آه أيوة يا أختي بصي في السامة معايا في العيشة كويسة ومحترمة يعني طبق أصيلة ويعني تسمع كلام ربنا وأنا هعصي ربنا في إيه؟ بس ليس عيث أكتر من كده هي بقى تحطي لك لئستة حلو حلو أنك تحطي مش مش مشكلة ولكن اختاري صح عندما أتكلم أول شيء في نعيشها صح أننا نعرف أننا عبيد لله أي كلام الخزعبلات والحيزابونات الذين يقولون لك وانتي وانتي والمرأة تعالي يا حبيبتي تعالي يا مام هو أنت اللي ستعرفين حقوق المرأة سأطلع لكم قدام لك أنت اللي ستقول الحقوق الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أكتر من 1400 سنة حقوق آه أنا معاك المرأة مظلومة في بعض الكثير ويتجاب عليها كثير وبينحط عليها كثير ولكن هذا ظلم أفراد لماذا دعوة بيه؟ أنا لماذا دعوة بمنظومة الإسلام كرامك؟ عز وجل تقوم بك حتى الرجل ستتجوزي؟ أفكر لا 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 ولو هناك قاضي شرعي في البلاد تذهب له وتقول له مظلمتك يجب لك ولو أبوك أو أعمك أو خالك أو العصب الوارث في العيلة كلها من الزكور منعوك أو تعناتوا أو أعضلوك من الزواج تذهب تجتكي لكن هناك ظلم حقيقي واقع المرأة وهو كده وإذا كان عجبك وعمل بلقمتك ليس كفاية أكلك وشربك ليس كفاية أعمل كذا أو أسوي كذا والكلام صريح وتبقى حاسة أنها مكسور تقول لك أذهب إلى أين؟ أذهب إلى أين؟ لا ليه لأب ولا ليه عيل حتى لو روحت أخي أو مرات أخي أذهب إلى أين؟ فيظلم ويتعنت هذا ظلم أفراد ليس دين ليس منظومة الذين يعرف ربنا ويتتقى الله عز وجل في أهل بيته يعرف ماذا هذه المرأة؟ أعرف زوج زوج برنس أنا أسمي الراجل 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 ليس ذكر لأن كلهم ذكر في البطاقة لكن الراجل يعرف مسؤولياته لماذا هناك عوز أو احتياج لأهل بيته؟ أو يجعل زوجته تقول ترى واحدة وتقول ياه والله يا بختك هل أنت زوجك كذا وأنا؟ لا هذا الراجل إيه واحد لكن لكي أقول لكم العلاقة بيننا وبين ربنا كيف؟ هناك راجل وظلم زوجته في أمر وبعدين هي جاءت لي قلت لها واحد اثنين ثلاثة استحملي واحد في النقطتين دول وبعد ذلك لا أستطيع ولا أفعل وذهب ويتكلمني كأنني واحد صاحبه وقال لي وكأنني ليس زوجته ويتزوج ويحكي لي عنها قلت لها أعمل خطوات واحد اثنين ثلاثة لا قعدت سنتين وبعد السنتين راجعت تنقشني في الخطوة رقم اثنين اللي أنا قلت لها قلت لها بعد سنتين قلت لها قلت لها قلت لها سامحين قلت لها قلت لها كان ممكن سامحيني هذه الكلمة ليس لأن الزواج الثاني لا تزوج ولكن لا تعمل حرام لا لا تزوج ولكن لا تعمل حرام قبل ما تزوج تعليلنا تعليلنا ونحن نكلم الزوجة ونزبطها لك ونزبط أمورك لأن في بعض المفاهيم الخطأ للأفكار الخطأ عند أحد الشريكين فيبني عليها سلوك خطأ فيتبني عليها قرار خطأ من اللي يشرب العيال والزوجة قبل ما تخمش لأن منظومة الهسس اللي طالع ده كله مين اللي يعملوا يعني مش عايزة أقول ألفاظ يعني مين اللي يعملوا عبد قابق ما يعرفش إن أنا منظومتي وسقفي الله سبحانه وتعالى ما يعرفش إن أنا النهاردة أو بكرة أو بعده أو بعد عشرة هقف قدام ربنا وقل له عملت إيه الصبر التقية اللي كانت معك دي عملتها إزاي ما تعرفش إن هي رعية واسترعتها إن هي مسؤولة عن رعيتها في البيت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كلام ربنا ما ينطق معنى هون هو إلا وحي نوحى اسمعي له وأطيعي فإنه جنتك ونارك بس اختاري صح أنا أقول لي البنات هون اختاري صح أعرفه إزاي هيتعرف بيبقى أقسم يمين بالله بيبان وبيبان في الخطوبة ودعي ربنا سبحانه وتعالى وإسألي واستخيري واستشيري وروحي للثقة المؤتمن عشان ما تقعيش في الغلط بس اختاري اللي سوف والله عز وجل ساعة ما نقول له ربنا أقول حاضر ساعة ما نقول له يقول حاضر يا رب وانتي نفس الكلام لما يجي شاب يقول لي يا دكتورة يعني قولي لي نصيحة أخذ مين أقول له تاخذ اللي ربنا ساعة ما تقول لها ربنا ورسول الله تقول لك حاضر هو دي يبقى دا البداية أعيشها صح إن أنا تحت ساقف الله قال الله قال رسول الله قال السحابة قالوا العرفان دا رقم واحد رقم اثنين عشان أعيشها صح لما أعرف إن لي يا رب أعرف إن أنا إيه عبد يبقى ما يجيش إن أنا إيه أصلاً وجهة نظري في الموضوع فأمر لا يحتمل التأويل أو أمر ثبت بكتاب وسنة أصلاً رأيي إن دا كان زمان وبعدين دلوقت أنت عال يا حبيبتي تعالي لا أصلياً دلوقتي إحنا مع الحركة النسوية بنسبة نسويات والذي طلعين النسويات وخرب البيوت من النسويات المرأة غير ملزمة تفتح الباب لزوجها شكراً ليس أنت هتفتحينه والجرة هتفتح له يا أمم المرأة غير ملزمة لن تفتح له لنش بوكس مثل العيال أو تفطروا اللقمة أو كبتة لا تفتح لن تفتح لن تفتح لن تفتح لن تفتح لن تفتح لن تفتح اللقمة لن تفتح ي大丈夫 لا نتعرف لن تفتح لن تفتح لن تفتح إلى الوصب ما نعرف لا نترك لم تعد أن نصاب فوق كده جنب النبع السلام ولا جوه أصر النبي. قال له احنا ملن. انا لا احصي على الله ولا مذكور في اي حديث. عند الله. من اللي حسبنا عليه؟ الله. المحسن. اللي طلب مني ان انا احسن. فما تيجي نقول انا بعمل الامر. قال له الله عز وجل. هذا الزوج ده جاء للزوجته سامحيني بعد سنتين. عندما نقول. يعني ايه الزوجة غير ملزمة ان هي ما تنامش بتلتلق لي عجل هشتاج الجديد. غير ملزمة تنم في بيت جوزها. اه انا انا مش على هوا دلوقتي. في هوا في بس مباشر. واحد يكون بس مباشر نظر. الزوجة غير ملزمة انها تنم في بيت جوزها. يارب الحمني كلمة محترمة يا رب. على السلام. انت الملزمة تنام في اين يا حبيبتي؟ يعني أنت ملزمة تنامي في بيت جوزك. يعني ملزمة فين؟ عقد اللي انت مضيتي عليه ده حق الاستمتاع لك أو ما الاستمتاع للطرفين ماشي. حق الاستمتاع وحق السمع والطاع وأنه هو الراجل له القوامة. اختاري ده الراجل. أنا مال أنا بقى أنت روحت اتعملتي على عينك وحبتي غلط وماليه بحبه ماما وواجهة ماما وماليه ده. ليس هذا اللي سيحدث. قلت أنا خلاص حبيته. هناك شيئات يتباني والله يتباني. وعندما تأتي ابنته مخطوبة وتقول لي مشكلة معينة. من ضمن المشكلات التي هي فيها والمشكلة دي تقول لي ايه والله يا دكتورة حصل كذا. لكن أنا يعني بحبه وان شاء الله أغيره. وهو يقول لي ظهر فيها كذا. وقت الخطوب بصي انا حربيها على قدية. شكرا انا حبيب انت واي. التغيير لو مجاش من جوه القلب فانكوش. لا اعرف كلمة مصري بس هوا كده. يعني ها فققع الهوا. فانكوش بجد. لو التغيير مجاش من قلب العبد من جوه ما يتغيرش. إن الله لا يغير حتى هم. فلازم خطوة التغيير. هي مش حاسة انها غلطان. قال له حقي. وكذا ومش عارف ايه. وهو نفس الكلام. قال لنا الراجل وانا الشوكلمتي تتالب. بالحق يا ابن ما فيه شوكد. فبيبان. ما تقولوا ليش ما بيبانش. طب فين يأتي منين؟ ثلاث حاجات. أستجلبه ازاي؟ سلسلة جذب العريس. أجيب العريس التقيي النقيس ازاي بالدعاء. قال لي مش بالدعاء عندنا ثلاث أدعين. دعاء سيدنا موسى واحفظه وكتبه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما حصل؟ فجاءته إحدهم. رقم اثنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقينا عذاب النار. وقيل حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والزوجة الصالحة. رقم ثلاثة. رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعي. واجعلنا للمتقين أيما. اللهم أمين. فالأصل. إن أنا بعمل ايه؟ بدعي. يجيبوا. أحب قلوب العباد إليك يا رب. أطيبهم. أحنم الكريم. الكريم الطيب من عائلة الطيبة. عادي الغنزة العربية. يعني يقول ما أنت عايزة. يعني ما يجوز. ماذا دعي؟ لكن أأتي إن أنا في البلقاء وقول لا أصلاً هغير. هذه من الأخطاء. يبقى عرفت إن أنا لي يا رب. وإن أنا عبد سمعاً وطاعاً يا رب. خذ اللي يقول حاضر يا رب. تقول لي ما مرجعيته؟ الله ورسوله. أصلاً له كبير ربنا كبيره. يبقى؟ يبقى. أسأل عليه في عمله. أسأل عليه في أهله. أسأل عليه في تعاملاته. في النساء بتوع العيلة. يعمل معهم ماذا؟ ها؟ وأنت أسأل عليها. شوف أمها بتعمل ماذا؟ شوف أمها بتتصرف كيف؟ ما هي التي تستطيع على أمها؟ على أمها تخرج ماذا؟ لا أعرف بالسوري. لا أعرف شيء على أمها. شيء جميل. لغة جميلة. لا أعرف نورسين؟ لا أعرف. فالأصل. إن أنا أسأل. هو أدني بستخير. بستخير يعني ماذا؟ سبتها عندك؟ أنا أسألك. لكي أقول لك. يجب أن يكون لك حال. يجب أن يكون لك حال مع ربنا. لكي أركن للركن الشديد. يا رب. بحق ما بيني وبينك. يا رب. إيه اللي بينك وبين ربنا؟ أنت مين؟ أنا فلان. مين يعني؟ هل ملائكة الأرض والسماء يعرفوك؟ السماوات السابع الأولى والثانية هل أحد فيهم يعرفك؟ الدليل لكل عبد إيه؟ صيت في السماء. إسم. التقية. صاحبة الكرآن. هذا صاحبة كتاب الله. هذا صاحبة الصدقات. هذا صاحبة أنها تؤمر خير للغير. الناس الذين تؤمر فقط بالخير. أو تربط خير مع خير. هل سمع قصة بارح؟ إن أخواتنا الفلسطينيات ربنا يكرمهم؟ حسابهم كلهم محملة لكتاب الله. تحكي عن فقط أحد ينشر. يعني أحد يريد خير. والله يوجد بيت الفلاني محتاج. يوجد بيت الفلاني. يوجد أرملة في المكان الفلاني. فقط. عن مدى حسن الخاتمة لهذه المرة؟ من نور الوجه. من بسمة الوجه وهي. تقول لك طرية بعد سبع ساعات. يعني أن الطب تعرفون أن التشريع كله يتيب. بعد سبع ساعات طرية يا عميل إذا ما أنت عايزة فيها. تعالوا شوفوا بقى. ما شاء الله رحتها مسك. من قبل ما يضعوا المسك. يعني لا يبخر فيه رأي من الأراء. لا يبخر الكفل للمرأة. ولكن ما شاء الله. كان كل الناس شمين لنا. لماذا؟ أساكت فقط تعين على الخارج. وتوصل مربطية يعني بالمصر. تعالوا تربط ما بين الخير والخير. أعرف. ما حالك؟ ما بينك وبين ربنا؟ ما بينك وبين ربنا؟ وهو أحد يقول لي أصلا مقصر وصاحب معاصر. أبدا. لا تسمعوا الكلام. هذا اللي وراء ترى. لا تسمعوا الكلام هذا. أي حد. أي عبد. إذا كان الآية في القرآن كانت تقول أفامانيو جيبل إيه؟ قال المضطر ده لازم يكون مسلم. لا. قال لازم يكون أن هو ما شاء الله تصلي وبتسوق. لا. أي حالة اضطرار لمسلم أو غير مسلم. وانت في حالة اضطرار. أنا لسه حكي قصة موجودة هنا في اسطنبول. وهي جاية من بلد برة وملحدة. لا دينية. لا تؤمنش بالله أصلا. سبب إيمانها كان تسمع الأزان وتسمع الناس وتشوف وهكذا. وبعدين تاهد في الطريق والموبايل أفل. والموبايل أفل. لا معها جي بي اس ولا معها مكلمات ولا تعرف أي حاجة في أي حاجة. وقالت له يا اللي فوق. كده. اللي بيقولوا عليك موجود. لو أنت موجود دلني على الطريق. بتقول مشيت كده روحت كده. هو موجود. سبحانه. هو موجود. أحد يقاسك من ربنا. والله لو بتعمل السبع كبائر. والله لو ماشي على الكبائر كلها السبع وعلى المعصر. إلا الشرك بالله. حتى لو كده ولا يهمك. أحد يقول لك. بس أنت مش نعمش على طاعة ومش على. فما تسم. لا. لا. طالما أنت على طاعة. طالما. ناوي يا سيد الطاعة. ما عملتهاش. ناوي بس. أو لجأت له في وقت عوز. هيجيب. هيجيب. ولما يستجب لك ربنا ساعتها. تعرف إن دي آية ورسال. خلاص بقى. عرفت إنه معك وسمعك. وشايفك. حالك مع ربنا ايه. أنا نفسي كل نساء الأمة. كل واحدة. مسلمة. طاعة. لبسة. خلعة. تعمل المعاصر. اسماعي اللي بقول لك عليه. أو حد يقاسك من ربنا. ولا يقول لك كده. أنا مرت بلحظة أحكيها لطول العمر. ولا محجبة. ولا عرف أي حاجة. غير السوم رمضان. ممكن الصلاة كده مثلا في أوقات. يعني وقت الامتحانات. يعني الظهر بس. شكرا. وقت لما قررت أن أنا خلاص. خلاص. يا رب انتهينا. ما هنا يعمل الحاجة صح. يعني ما يعملهاش. ما نشطلع من المكان ده إلا بالحجاب. خلاص. ما يعمل يعمل الحاجة. ما يعمل الفيديوه؟ ما يعمل فيه؟ إن كنت تبرع عليهم. أو ينهل تبرع منهم. كل يحب يأخذون. كل يحب الجبات. والاكسسورات. ويحب الشهوات كلها. وانهل الدولاب. لا أعطلوا عليه المفاتيح. أصافتنا دنيا. مرأة أومانيو نشأ في الحلية. عايزة تبقى كذا وكذا. واستجاب ربنا أيوه. واقول له يا رب عرفني. أنا مش عارفة بيقولوا حاجة كده بعد الصلاة. ما عرفش عن التسبيح. يا رب عرفني بيقولوا حاجة كده. أنا ما عرفش دي ايه. يا رب قولي. اعمل ايه. ايه دي. يعني ايه. اذكار الصباح. يعني ايه. عرفني. كان في مرة واحدة ابدت بس كده. ايه. مش عارفة ايه. والموسيقى والنمس. فبس لها كده. انا ما عرفش بتقول لي طبعا. يعني ده بالنسبة لي كان هرغليفي. معيني بعرف في هرغليفي. كان بالنسبة لي ايه حاجة ما عرفها ايه يعني الكلام ده. ألاقي ربنا بعيت لي كتيب كتيب. الاحكام عاملة ازاي. اوه وحد يقاسكوا من ربنا. اوه وحد يقول لك. استنت بعيد ما ينفعش يستجيب لك. لا. وربنا بستجيب. اهي. الملحدة كانت من مسلمين الجدد بتقول لك. لو انت موجود. ياللي فوق ويقولوا عليك موجود. دليني. دلها. ولقيت نفسها قدام الفون. اسلمت. خلاص. خلاص. لما جاء كلمك عايش تعيشها صح. اعرفه صح. يوم ما تحتاجي حاجة يا رب. قبل ما اروح لماما. وقبل ما اطلب من بابا. اروح. للرزاق. قبل ما احتاج على العريس الطيب الرومانسي اللي رباني الكرآني الغنز والعربية الكريم كل الحاجات ماشي. الله عز وجل. يأتي مصيبة والله. لا شيء مصيبة. فمحدش يأسك. اعرف ان لي يا رب يبقى انا عبد يبقى سمع وطاعة واختار اللي سقفه الله عز وجل. رقم ثلاثة. عشان يعيشها صح. قلنا يبقى لك حال مع الله. يا بتاعة الصلاة. انا. انا اعرف اختي بقولها هو على عشرين اتنين وعشرين. عارفها من عشرين سنة فقيته. كانوا لسه بناد في اعدادي. وقلوا سنة. شايماء. اخواتنا. دي بتاعة الصلاة على وقتها. هتصلى. هتصلى. انا ايما. وتقول الله هو اكبر. يلا تلاقي كله بيجري. اعرف تاني. برضو شايماء. حملة لكتاب الله طبيبة. دي بتاعة ان الله يحب. ينطبق عليها الاية دي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين. اعرفها شخصيا. وتشمر لنا كده. تقول لك لا عشان يجي منور. يا بنت مش لسه نقضت وضويتك بسرعة. تقول لك لا 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 عشان تجي كله منور. وتستحمى. وتتوضعه. تبالغ في الوضوء. دي احسابها. اعرف اخت بتاعة لحولة ولا قوة تقيلة بالله. هي شبهك. دكتور عبير. نسخة منك. بتاعة لحولة ولا قوة تقيلة بالله. هي دايما الزكرة. ربنا بيفتح لها الابواب. انت صايتك مين عند ربنا. اوع نطلع من المحاضرة دي وملكش حال مع الله. وملكش. انا نوية اعمل الامر ده. انا نوية اعرف لملايكة الارض والسماء. ماتت صاحبة ركعتي القيام. ماتت صاحبة الصلاة على رسول الله السلام. يا بختها. ويا هناها وببشركم. اللي له حال في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا. بص انا بقول ايه? يرى عجبا. يرى عجبا. في الدنيا. محدش يقول الكرامات بتوع الاولية. ترى عجبا بأم عينيها. عايزة اي شيء يجيلك لحدك. الصلاة اعرف من كل شيء. ما ينفعش ابقى جاية واعدة في المعترك. ما شاء الله عليك. ومحجبة ومسلمة وزي الفل. تعرفي عندي. اه. انا عارفة والله. دلوقتي عندك الشيخ جوجل دلوقتي بيجيب كل شيء. المحاضرات كلها مجانة على اليوتيوب. كورسيرا وغيرها وغيرها. كلما قلت روحي. اتعلمي. انت يا مسلمة اولى. انت لما تتسألي في امر اولى انك تكوني عارفة. جملة قال اول ما طلع حاجة. قال الكلسة الافتر افكت طالع. ويتكلموا. قلتنا لازم معرفة لعادة حاكوا علي. يا شوف ايه الموضوع ده. لازم. ومش عشان تستني ان انا بقى ام عشان. لأ انتي انتي كمسلمة. العلوم الشرعية عندك فين. ما هي ما يجيش واحدة بقى تقولك ايه الزوجة غير ملزمة. استاذ دكتور في جامعة. يا رب الهمني كلمة محترمة. هو كل من بقى استاذ دكتور في جامعة. من حق انه يفتي على مزاجه ويقول ويخرب بيوت المسلمين ويخرب الزوجات. لا. انا عايزكي طلعه من المحاضرة لسان الحق. عليكي. انا عايزكي طلعه من المحاضرة دي. وانتي لسان الحق عندك. تبقي فاهمة. اما تقولك الزوجة غير ملزمة انها طبخ لزوجها. اه انا جمهوري العلماء ويجيب لها الاكل مبوخ. وكذا. ولكن الاوجب. ما كملوش الجملة. الجملة اخر سطر كده. يعني هما جابوا هذا النص ده بس. اخر السطر. اوجب لها ان تقوم بما هو متعرف عليه. ايه المتعرف عليه? الرجل خارج البيت وداخل البيت. تقول لك لا. ومعليش بقى هو برا البيت. وبعدين يجي سعيد. مش النبع عليه السطر والسلام كان بيساعد اهل بيتي. يا ستة اه. يعني انت عايزها مطحون برا. وعايزها كمان. ولو المرأة غير ملزمة ان هي معرفش تعمل له اللقمة ولا كوباء. انا غير ملزمة اعمل لها كوباية الشاي. اما لين الكوالاتي طايم؟ كوالاتي طايم ده وقت. ليس وقت العلاقة الخاصة. كم زوجة هنا ترفع ايدها؟ كم زوج وزوجة موجودين؟ تمام تلت يعني. مش منتكلم على العلاقة الخاصة. بنات اسمعوا اللي بقول عليه كده انت راتيش. سنقوم معكم قاعدة بعد كده. ولكن ده وقت. هو الزوج بيشوفك في ايه؟ واحدة ستة. سوتك حل. بتتحاكي. مش نكداية يعني ابك سوا. مش مقالة هون. هوا. هوا. وعلمك. الكلام صحي ولا لا. يا ستة اللي اصلاح. تلت ساعة بس. في اليوم. بلاش. خلي عشر دايب عشان دماغه بيفصل بعد اتنشر دي. اي راجل. دماغه بيفصل بعد اتنشر دي. بعد انا عمل لك كده. سماء اه. مدول اه. وعمل يعمل يعمل سكوروله على البتاع ومعاك. معاولة هو في الملكون. 12 دقيقة. هنعمل الشاي اللي سبريستو العصير اللي تقطيها هتطلق أي حاجة. وعدي معاه يشوفك ست ينوبك سواب لأن انت ست. ستك واحدة ست. لا 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 ست. دحكة والبسمة. ما بلاش 111. بلاش 111. وهو كمان شوفيه راجل. هو يشوفك وتشوف في عين وبريق العين. لا نتكلمش على علاقة. والله انتهت بعلاقة يعني برحبك. لكن انا اتكلم على العشرة دقيقة دول. يبقى احنا شايف خلية في دماغه. ان انا بكلم واحدة بدون غم. بدون تتكلموا ان شاء الله على كوكب المريخ. بلقيت جعب مشاكلك دلوقتي. قاعدين حلوين. يعرف. بص المستهدف ايه. بصنا نريد ان نحط ايه. انا بعرف اتكلم بصوت واطي وبهدوء. وبدون عصبية. والبادي لانجوجي بتاعتي حلوة ومبتسمة. شكرا. نجحتي. وهو راجل ومش مكشر. وزهقتين. يبقى ما تدرغي. يبقى لوك 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 يا شيخة منك لللزق الدماغي ستضاعي. لا. حشر دقائق. هذا الكوالي تطايم. ليس مفيش. وهو فين خرس زواجي. كم سنة زواجي يا ابني. سنة ونص ينهركوا مبيع. سنة ونص وخرس زواجي. لماذا ما هو قاعدين. يتخنقوا بالليل الفيشة اللي جنب المشترك بتاع الموبايل في مين ينام هنا. ليس الدفاية بقى ومين ينام جنب الشاح. كارسي. دعوني اقول لكم اخر حاجة. علشان اعيشها صح. لازم اتعلم قلنا الرقم اربعة المهارات. اخر حاجة. ان انا يبقى عندي رؤية وهدف. وغاية. الهدف يتحقق في الدنيا بمدة زمنية. ينفع مزمن? اه. ينفع ان انا اعمل. مجربة? اه. ينفع ايسو. اما الرؤية والغاية. علي. ولا ابدا تستصغر كلمة او جملة او غاية. انت ابدا تقولها كثيرا. وانت بتسأل مين? نص حديث النبي اذا سألتم فعظموا ايه? مسألة. فانكم تسألون ايه? عظيما. ما تستصغريش. اطلبي. واخدي بالاسباب. طب بتنجح? لا. عايد. ما نكحيش المشكلة. لما عايشين في الدنيا ليه? ما يخلكيش الفشل ولا الوقع عان ولا الخطأ. انا جاني الدنيا نخطئ. فنتعلم. فنصيب. فنستغفر. فنكمل. نقول تاني. المصباح اعمل بعد تسعمائة تسعة وتسعين. والتسعمائة تسعة وتسعين غلط هم اللي بيعملوا بيها العجلة تدورة في الافراع. فاكرين الافراع بتاعت مصر والشادر. او اللي بيقيده يطفي ولا اللمبت ايده بعد. دي كلها تجارب فشلة الاديوسين وخدوها عملوه. ايه وايه؟ تصغري حلمك او رؤيتك. غاية رضا الله. غاية الفردوس. غاية صحبة النبي. غاية اننا بقى في الدنيا مع ربنا ومع رسول الله. صح? دي غاية. ونو يعمل كده. اخذ بالاسباب. يعطيني اه. ليه? لان احنا امة السببية. ركزوا في اخر جملة هقولها. احنا امة اي مع السببية. ها? يعني افعل كاذ? حط البذرة وسق مية تطلع زرع. قلت بسم الله خدت سوابها. طلعت خراجها خدت السواب. اي حد هيعمل كده مسلم وغير مسلم هتطلع الزرع. لان احنا الكون اي مع السببية. لكن مين ربس الاسباب? الله عز وجل باسمه القيوم. القائم على نفسه هو القيوم على امور عباده. معنى اسم الله الرب كده. احنا جهل في معرفة اسماء ربنا. جهل بجد. لازم نعرف. فما ناخد بالاسباب. ندعي ربي يعطينا اه. طب ممكن يعطينا بدون اسباب اه. ايوة. طب ممكن يعطينا عكس الاسباب. ايوة نعم. طب مع انتفاق الاسباب واستحالتها ايوة. ليه? لانه الرب. فنرجع للنقطة رقم واحد. ورقم ثلاثة. هو رب وأنا عبد ولازم يبقى لي حال مع الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من اصحاب الاحوال مع ربنا. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا في هذه الساعة المبارك يا رب العالمين. واخفر لكل من حضر وكل من سمع. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. زوج الشباب وزوج البنات اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. اشهد الله الى الان. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.